مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم في يوم جديد بقىنا كتير جدا ما جبناش او ما تقابلناش يوم الاثنين في المحترف الدولي الحقيقة عندنا كلام كتير او النهاردة وحشتونا في المحترف الدولي بقىنا كتير ما تكلمناش مع حضراتكم على الكرة العالمية بسبب طبعا ندينا العظيم اللي يمكن عوضنا عن الكرة العالمية خلال الاسابيع اللي فاتت الحقيقة النادي الاهلي ما شاء الله عليه يعني نمسك الخشب كده تات شهود من بطولة الى بطولة على جميع المستويات النادي الاهلي بيستعد طبعا لمباراة مهمة جدا على طبعا المعترق الافريقي ان شاء الله يوم الجمعة امام الترجي التونسي لكن زي ما بقول لحضراتكم احنا بقىنا كتير ما تكلمناش على الكرة العالمية لكن ان شاء الله باذن الله يعني دايما من انتصار ودايما من بطولات النادي الاهلي كان بيعوضنا وكلنا كنا متابعين فرقتنا سواء على مستوى قرط القدم او على الالعاب الاخرى الالعاب الجماعية اللي الحقيقة كمان النادي الاهلي بيفرح كل الاهلوية الموجودة في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله الحقيقة الاهلي دايما سوبر الحقيقة قبل طبعا ما هخش في كلامنا النهاردة اللي هنتكلم فيه على الكرة العالمية نادينا العظيم النادي الاهلي بينتظر زي ما بقول لحضراتكم يوم الجمعة مبراء مهمة جدا مع الترجي بطولة يعني الحمد لله احنا يعني مرينا بظروف صعبة جدا وقدرنا كالعادة النادي الاهلي كالعادة قدر يتخطى هذه الظروف الصعبة نرجع كده لدور المجموعات والموقف اللي كان معقف جدا جدا وكان الحقيقة نثبت ان النادي الاهلي يعدي دور المجموعات في لحظة من اللحظات كانت لا تتعدد 30% كانت الامور خارج السيطرة الامور مش في ايدينا لكن النادي الاهلي كالعادة كالعادة ولكل مجتهد من نصيب حتى يبقى دور الحظ بيلعب دايما مع المجتهد نفتكر موقفنا او موقف النادي الاهلي طبعا مباراة الساندونز وكان كلنا متابعين مباراة ساندونز امام الهلال كان حيتوقف عليها مصير النادي الاهلي اللي خرجت بنتيجة التعادل ولكن كمان مباراة الهلال السودان اللي كانت في القاهرة كانت مباراة كمان عصيبة كان النادي الاهلي مطالب بالفوز ولا غير الفوز والحقيقة النادي الأهلي نجح في ده وبدأ المشوار بشكل جديد بدأنا نحس أنه المشوار بدأ وبدأنا يعني نشم رائحة إن شاء الله الـ 11 الكاسة الأفريقية رقم 11 الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم في أقل من شهر حصدنا بطولات كتيرة جدا على مستوى السوبر سواء على مستوى السوبر لكرة القدم للنادي الأهلي أمام بيراموز والحقيقة كانت مباراة مباراة طليق بصمعة الكرة المصرية الحقيقة على المستوى الفني بيراموز قدم مباراة ولا أروع النادي الأهلي كمان ظهر بشخصية البطل ودايما لما نتكلم شخصية البطل هنتكلم النهاردة على ريال مدريد على سبيل المثال بتبان شخصية البطل النادي الأهلي من يعني التاريخ الكبير ومن العراقة ومن بطولات الكتيرة جدا اللي خلاص أصبح عنده شخصية البطل كمان ما ننساش فريق اليد مبارح قدر يكسب طبعا نادي الزمالج في مباراة كأس السوبر الأفريقي بنتيجة 27-24 ويحصد اللقب ويتأهل لبطولة كأس العالم الأندية لها سوبر جلوب علشان يحقق الأهل انتصار جديد زي ما بقول لحضراتكم في مشوار السنة دي اللي على صعيد كل الألعاب الحقيقة الأهلي بيقدم موسم مثالي وتقريبا حقق كل الألقاب في كل الألعاب ويعني حاجات بسيطة جدا جدا يمكن فلتت من إيدينا شوية ولكن يعني هتتكلم على نسبة كبيرة جدا نادي الأهلي تقدر تقول 90% من كل البطولات بيحصد هذه البطولات بشكل سواء على مستوى كورت القدم كورت اليد السلة الطائرة بنتكلم على كل الألعاب فالحقيقة تعظيم سلام للنادي الأهلي أنا لسه متواصل معاكم لكن هنروح لطبعا فاصل سريع جدا هنتكلم بعد الفاصل بقى على النهاردة هنتكلم على إيه الدوريات الأوروبية الكبيرة لتشاملزليج اللي طبعا نصف النهاية هيبدأ بكرة حلقة مميزة جدا جدا خلوكم معنا بعد الفاصل